عندما تم القبض عليهم بالعوابل ما عادوا رفضهم يسلموا ساعتهم عادوا الناس ماش معارفين انهم تنظيموا قاعده ومن الصعب انك تقوم تهاجمهم هكذا مباشرة ما انت داري من المهم لما اطلع لهم الشوبكي ونزلوهم هنا غلطة امنية ادخلوهم الى مقر الحزام الامني والحزام الامني هو مجاور لنا ما فينا نحن ممالاسور اللي دخلوهم بالسيارة حقهم من فوق سيارتهم ما نزلوش منها ومسلحين وعندهم تقريبا يعني اكثر من سلاح خط اول لان الاشتباك اللي حدث جنبنا بصراحة استمر اكثر من ساعة وبين كل حين واخر قمله الان هدت الاشتباكات خمسة يعني قتلوا تقريبا منهم واثنين ما زالوا الله علم يعني داخل المحسكر لم يقررهم لحدا او هربوا الله علم كيف واستشهدوا علينا يمكن الشيخ وليد وابن الشوابقي الله رحمهم اللي يطلع لهم الشعيب وتقريبا كان فيهم واحد امير تنظيم القاعدة يعني في قبن مطلوب دوليا ترجمة نانسي قنقر